لا فرصة للكاظمي في النجاح في مهمته الجديدة وأفضل ما يمكن أن يقدمه هو أن يفشر بسرعة هذا ما ورد في تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية بلومبيرغ أكدت أن أكبر مشاكل الكاظمي هي الصراع الداخلي بين الكتل الشيعية في البرلمان وهو الذي منع الصراع الطامحين لرئاسة الوزراء في العراق ليتوقف لفترة وجيزة سمحت للكاظمي بالصعود لهذا المنصب إلا أن هذه المصالحة المؤقتة لن تستمر وترى الوكالة الأمريكية أن الأمل الوحيد لإنهاء الاختلال الوظيف في العراق هو إجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيحة بدلا من هذه التركيبة التي حكم عليها مسبقا بالتفكك وهو مطلب الحراك الشعب العراقي الذي أجبر عادل عبد المهدي رئيس الحكومة السابق على الاستقالة في شهر تشرين ثاني الماضي ولأن التظاهرات الشعبية باتت تأخذ مداها فإن تغييرات في طبيعة شعارات المحور الإيراني في العراق التي كانت حتى وقت قريب تطالب بخروج القوات الأجنبية خاصة بعد مقتل قاد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي أصبحت هذه القوى الآن تميل إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا التغيير اللافت في المواقف وفقا للمصالح تبلور في تصريح لرئيسة كتلة الفتح النيابية محمد الغبان الذي طالب الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق وعدم اعتبار تمرير حكومة الكاظم انتصارا لها وخسارة لخصومها في البلاد والمنطقة الغبان وبعد سلسلة انتقادات له عاد وعلق بالقول إن الثوابت والمتغيرات كالمحكمات والمتشابهات فهمها يحتاج إلى بصيرة ودراية وإدراك للأحداث لا تتاح لقاصر النظر وفق تعبيره ولمن يعيش عقدة إزاحة القيادات التقليدية رد الغبان هذا جاء بعد التصريح للقياد في ميليشيا العصاب جواد طيباوي الذي قال فيه إن المقاومة يقصد الميليشيات الطائفية هنا وأمريكا ضرتان لا تجتمعان مؤكدا أن هذه العقيدة لن تغيرها المواقف السياسية في غمز واضح من دعوة الغبان الأخيرة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية